كنت تعالي بتسو شاش موش تزلسو انزع الفانزي دوش وخانسي شفلكم الهيس ان اعزائي وشاهدي برنامج لغات العالم اهلا بكم ولكم وده جدد وعا خلقه من حلقات اللغة الالمانية وزا تما هو يتوستو يبقى دي اديكتيف موضانا النهاردة هيكون عن الادكتيفة عن الصفات اللي فيها نشو الله هده هنأتناول بعض الصفات هنأخد الصفة وعاكسها وهنأتكلم عن الصفة وعاكسها واستقدمتها ازاي في القمل وطبعا عشان استخدم الصفات يبقى لازم ان انا هنأمل في دهوله وسريع على الادكتيف تكليناتسيون على تصريف الصفات وبالتاني على الكمبخاتسيون سميقول احنا في سلسلة حلقات او مش يعني احنا مش حالق واحدة منتكلم عن الادكتيفة لا هي سلسلة من الحلقات لان الادكتيفة صفات كتير جدا في اللغة الالمانية فاحنا بناخد الصفة وعاكسها ونستخدمها ازاي في القمل وازاي اقدر ارجع بها على الادكتيف تكليناتسيون على تصريف الصفات وازاي اعمل بناها الادكتيف تشتاكها وقوم المقارنة ازاي من خلال الدروس اللي احنا درسناها او دروس الكراماتيك اللي احنا تناوناها في الحلقات الماضية زي ما بقول احنا خصصنا اكتر من حلقة للحديث عن الصفات لان الحديث عنها يطول يعني مش هنقدر تكفيها حلقة او اثنين او تلاتة زي ما بقول اكتر من حلقة اه وبن خلال الدروس بتاعتنا دي احنا بنتعلم جتير فوت شاتسي يعني احنا بناخد صور هرهوية جديدة بناخد كلمات جديدة وبالتالي اه بنعيد مع بعض دروس الكراماتيك او بنرجع مع بعض على الكراماتيك من خلال استجدامنا للصفات في الكمر قبل ما نبدأ حلقتنا ونتناول الصفات ونشوف الصفة وعكسها وازاي قدر استعلمها خلينا نوح على شيء صغير جدا ان احنا لنا اه بيتش على النات يريد احنا نقدر نخش عليها تقدروا تخش عليها عليها اسئل عليها زي امتحانة بسيطة جدا نحن نخش ونسجل اسمائنا ونخش نجرب نفسنا في الامتحانات دي يا ترى احنا حصلنا ايه او احنا اه اللي احنا خدناه من خلال خلقاتنا او تعلمناه في اللغة الالمانية نقدر نطبقه ونشوف هنقدر اه نحل الامتحانات دي ولا اكلو من التطبيق على اللي احنا درسناه في الخلقات بتاعتنا الامتحانات بسيطة وسهلة جدا ما فيش اي مشاكل واللي هيحقق اه ان شاء الله او اه اللي هيجيب صورة عالية او جيبي درجات عالية اكيد ليه جوازي يعني احنا هم مش عاملين امتحانات اه وبس لا امتحانات بجواز اه اه طبعا الجواز دي هتبقى مفاجئة مش هنالعنها لكن اه كانوا من التشكية يريد نخش ونشوف مع بعض الموقع بتاعنا ايه ونشوف الاسئلة اللي عليه ونحاول نحلها زي ما بقول والناس اللي هجيب درجات عالية اه ليها اه جواز من مقدمة من البرنامج او من برنامج لغاية العالية اه هل يديكم مع بعض دلوقتي او لو جينا وصلنا على الموقع اللي احنا نقدر نخش عليه نقدر يريد نجيب اه وراء وقلم ونكتبه مع بعض وبعد متخلص الحلقة يريد يبتدي نحاول ونشوف الناس اللي هتقدر تحلق ايه والله هي حلوها يجيب سكور عاري او هيقدر يقفل الامتحن امتحنة بسيطة وسهلة اه ان شاء الله اه اه اسرة البرنامج هتتصل بيه وان شاء الله ليه جواز مقدمة من اسرة البرنامج نشوف مع بعض الموقع بتاعنا ايه لو بصينا مع بعض هو مكتوب عندنا هنا يريد نجيب وراء وقلم www.nil.tv.tv.pages.pages.367.9.education E D U C A T E O N رومه ركميان www.nil.tc.tv.pages.pages.pages.pages.367.9.edc.edu. دي او سي او تي اي او ان ده الموقع بتاعنا اعتقد اه يتركت ابناء كلنا مع بعض ياريت زي ما بقول بعد ما تخلص الحلقة بتاعتنا نبتدي نتعامل ونشوف يا طرح اه نطبق على الحاجات اللي احنا اخدناها وزي ما احنا مدئين مدئين الاول بمتحانات بسيطة كده للمبتدئين اكيد هنقدر نحقق فيها دراجات عالية وزي ما بقول ان شاء الله اللي هجيب دراجات كويسة هيكون لي جوايز مقدمة من اسرة البرنامج نبدأ حلقتنا مع بعض ونشوف مع بعض اول صفاتين عندنا النحار دوية صفة ناس وي تخاكن اه يعني ايه ناس وي تخاكن بتالي الصفة واضحة اول من خلال الصورة ان الناس معناها اه ناس يعني معناها مبلول اه مندي اه في ميا ناس عكسها تول دست جيجن تاليس خاكن وطراكن معناها جاف ناس يعني اه مبلول بمعناها صحة او اه 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 مندي او في ميا لكن كلمة تراكن تراكن يعني جاف ناس وعكسها تراكن تانشو بيشفل إذا كان ليس لقد ولكن السفج الملك. لذلك ليس كوم بن شكل شروع وهو ليس لابي العظمية ربس تعلم شي مال امراهش لذلك ليس كوم بن retro كل cara عشان كده بنش تسيمليش الحد ما ناس كفاضن انا تبليت او بقيت مبلولا اس هاد كراجنت ها ما اطارت ايش هاد كان ريجن شام داباي ريجن شام اللي هي شمسية داباي ما كانش معاي شمسية دس هالب لهاز السبب ودا ادت ربط زمح عافين دس هالب يكي بعد يالفرق بوشارطن دس هالب ليش تسيمليش الحد ما ناس وديسوا فاق د żمارل ناس جوهران tengo ودا این آخر بيشات دو صالت لست مجمزات ناس هارم راوز بوشارطن دو كنتت دو كنتت دو كنتت دو كنتت دو كنتتدو كنتم دو صالت دو كنتت دو كنتتدو كنتم دو كنتتد دو كنتت مت ناسن حارن راوزجين راوزجين اخرج او تخرجي مت ناسن حارن بشعر مبلول ما تنزليش وشعرك مبتل دان دو كانت زيش اركلتن زيش اركلتن يعني ياخد نازلت برد او يبرد المفروض ما تنزليش وشعرك مبلول وإلا حتى غادي نازلت برد راوزجين يخرج وهنا عندي صفة الناس حتتلاقي ان ليه عشان هنا بصرف صفة مع اسم كلمة حارن الكلمة دي كلمة بلورال كلمة جامع وهنا في عندي بخيبوزيزيون ميت جيب عديداتف وهنا في حالة الجامع دي حاغن دي في حالة الجامع تبقى دين يبه هضيف للصفة اي ان وطبعا كلمة هاغ في حالة الجامع دي تبقى دين وفاخر اسم خط ان دفت الحرف ان وهنا كلمة ناس عادت فيها الحرف ان توزولت ديش مت ناسن حاغن راوزجين ما تخرجيش وشعرك مبلول لان دي كنتش ديش ارخلت من اي ان يجيو ناسن برد او يا برن وثباً أخرى ، والمشاكل، هي ، غير مريحًا وخائط والمشاكل هي خالف منه . والمشاكل، هي خالف مريحًا وخائط النسبة التكليلية النسبة الأنسان النسبة الأنسان النسبة الأنسان لا يشدان أيضاً آنسان وكاماً أخرى ذهب إذا لم يقوم أكثر من ذلك الوحن للمساء لكنه وقت أغطرة عندما كان أغطرة وقته أغطرة سالة لا يقوم أغطرة فاليا للمساء ليسونني التفاصيل أعني متعطرة لذا قد أغطرة مع نفسه أصبحت كافة يعني في كافة في ذلك هنا لأنها سايد ووخن سايد ووخن مونسو أسابية وو سايد هنا كن بيكبعد يعداتي لوفي عن دي رقم سايد 3 ووخن سايد ووخن مونسو أسابية نيشت مير غريقنت لام تاؤ تونتر مونسو أسابية ما بطنطر شبال أسابية ومد آلس اسايد رقم كل حاجة كافة أخرى تانشوف مابات ميسيل أخش مانا كلموتن فارنس المرابس بتاتي ناس مبلولا أبا سي سين شون ويدا أو جترقنت مانا كلموتن فارنس المرابس بتاتي فارنس كنت مبلولا أبا سي زين شون ويدا او جترقنت هي أصبحت هدومي كانت مبلولة لكنها نشفت تاني كلمة تانية توعيد الكلمة ناس وهي كلمة فارشت وكلمة فارشت وكلمة فارشت معنى رتب هي تقريبا بتدي معنى ناس وكلمة غني وتصقيقين تارفوا رايش وكلمة غني وتصقيقين تارفوا رايش يعني غني أو ساري وسيما احنا شايفين البنت هنا في السورة رايش الياء كانت باخل هنا에 هنا تصرفت السفة كلمة رايش لا ليه? لأن هناك إي باديها كلمة من وكلمة من معناها الرجل والأرتكيل بتاعها دير فهنا جيت أو أنا صرفت الصفة متقوم باشتمت أن أرتكيل مع عداة النكرر اللي هي Ein أبص للصفة اللي باديها كلمة من وكلمة من زين إحنا عرفين من الأرتكيل بتاعها دير فهنا ضفت للصفة إي أرج لو كانت الكلمة الأرتكيل بتاعها دير أو كلمة فهMark جميل زي كلمة بخوي بقول Ein Raijj�j طب لو كلمة الاتقل بتاحها دس بقول I'm righteous kind يبقى لو كلمة الاتقل بتاحها دير بحط ER لو الكلمة الاتقل بتاحها دي بضيف للصفة A لو الكلمة الاتقل بتاحها دس بحط للصفة AS ده هنا أنا بصرف صفة مع اس بديم قم بشتمة الاتقل أو مع أداة الماكرة اه, ار است اي اي زر ريشر من هو انسي او هو رقل تحقيه جدا حط طي تل السفة er شوفه ما باضلكم لتاليه زي إست زير ريش جوارد زي إست زير ريش جوارد يعني هيا بإدغانية جدن زي إست زير ريش جوارد طبعن هنا السفر ريش أنا مخططش في أي حق لأنه ما فيش بعديها نومن ما فيش بعديها أي اسم فاش إن كنا ما تصرفتش زي إست جوارد هيا أصبحت ريش يعني سرية أو غانية ein anderes Beispiel إر حد سين جلد فرشبت ودي إست جزت عم إر حد سين جلد فرشبت دايا فلوسو فلاب ودي إست جزت عم تلوأتي هو فاير فاكلمت عم يعني فاير أرم يعني فاير هنا عكس كلمة رايش فإر حد سين جلد فرشبت هو ضيع الفلوس بتاعته ودي إست جزت عم هو دلوقتي فاير يبقى كلمة رايش يعني هاني وهنا دس جيجنتيل فلرايش إست عم هنا فاير طيب تعا نشوف مع بعض الجملة التالية إز جيت امر مير أرم منشن في دايما ناس فايرة جدا في ناس فايرة كتير إز جيت امر إز جيت معناها دي تركيبه مع بعض إز جيت معناها يوجد إما دائما مير أرم منشن ليه أرم تحطي لها الخرف إيه لإن كلمة منشن منشن يعني ناس والكلمة دي كلمة جمع فعشان كده في حرف إيه يبقى كلمة منشن كلمة أدتها دي يبقى أنا دفت الأرم الحرف إيه أرم منشن عشان كلمة منشن هنا كلمة جمع أدتها دي دفت للصفة الحرف إيه طبعا أخب بالي إز جيت بيجيب بعد يا أكوزاتيف وطالما الكلمة جمع يبقى ما فيش أي تغيير حصل دا أجوف مع بعض الكم خاتسيون طبعا المقارنة عندي البوزيتيف والكومبخاتيف والسبلاتيف وأول صفة عندنا زي استرايخ رايخ يعني هني هي رايش غنية أو سرعية السورة التانية زي استرايخر هي أغنى شايفين دي معها فلوس أكتر وبتهوب الفلوس يعني الأولية بس بتصرفها غنية لكن التانية خالة الفلوس مش بتستخدمها في الصرف دي حتى بتهوب بها لنفسها فدي أغنى بكتر واضح هانا رايخ يعني رايشر أغنى ونشوف الأخيرة دي زي استعم رايشستن هي أغنى واحدة يبقى رايش رايشار وعم رايشستن الأغنى تانشوف بها بعض الكومبخاتسيون من السفة أه أرم هكون إيه في حالة البوزيتيف والكومبخاتيف والسبلاتيف لو شوفنا صاحبنا دوت إر است أرم إر است أرم هو فقير وحنا زي است ارمر سواء زي أو إير حسب الشفص هنا احنا بس مش واضح إذا كان واحد أو واحدة سواء إر است ارمر أو زي است ارم أخو بالين السفة أرم دي السفة مكونة من مقطع واحد في النوت فعشان كده أنا ضفت ليها أملوت فبقت إر مار حطيت أملوت وحطيت إيه إر إرمر يعني أقصر فقر ده أفقر من ده ده لو ما هكلي ده ما عوش حاك خالص أو هключها خالص زي است أرمر أو إي است ارم ولو بصينا لجملة الأخيرة دي زي است أم定 السفة أرم خطيتإن أملوت وحطيت في الأخر ستي أم يعني شايفين البنوطة أغم عليها معاه عم أمن برم خالص خلص رمت نفسها ما فيش م playing أمست يا السفة أرم طفيت إيه إملوت وحديد في الاخر S-T-E-N زي إس أم أرمستن دي أف أرو أحدا يبقى أرمفقير إرمار حديد أم لوتو إي أر وهنا أم و S-T-E-N أين أنرز فور رايح كلمة تانية بتعايدل السفر رايح هي فولهابند السفر فولهابند دي بتساوي رايح تماما رايح يعني غني بتساوي فولهابند يعني ثري بنافس المعنى فولهابند يعني ثري أولي سيئس فولهابند يعني هيا ثري طبعاً سيئن وونان رايح معنى غني و فولهابند بنافس المعنى بساوتي تقريبا يعني ثري رايح و عم سيئن أو خويفي فرمده زفكس لبالدون فون عدكتف العم و رايح دي إحنا بناستخدمها ألس سوفيكس بنخطاكا سوفيكس عشان أبني بيها عدكتف رايح و عم سيئن أو خويفي جبندت سوفيكس لبالدون عدكتف أنا بخطوهم لسفر عشان أبني بخطوهم هنا كسوفيكس مقاطع لسفر أبني بيهم سفر دي سوفيكس رايح بديتن فيل سوفيكس رايح رايح دي لما نخطاها مع سفر بتديني معناها فيل كسير لكن دا السوفيكس عم بدغتت فينجا السوفيكس عم لو ضفت السفر معناها فينجا و ليل بايش بيلة على سبيل المسال كند الرايح فيتامين رايح يعني سري بالفيتامينات انرجي رايح دا مليء بالطاقة فيت عرم دا قليل بالدهون أو في دهون قليلة أو قليلة و عندي شادشت في عرم يعني دا خالي من التلوث أو من الأضرار فهنا السفر زي ما احنا قلنا ان فيه عندي رايح معناها غني و عرم معناها فقير انا بستخدم رايح و عرم أبني بيوم سفات وهنا رايح و عرم بتتطبر سوفيكس طبعا انا فيه عندي بخيفيكس و عندي سوفيكس البيخيفيكس هي المقاطع اللي بتتخطي على أول الأفعال لو انا حطيت مقاطع على أول الأفعال دي اسمها بخيفيكس لو حطيتها في نهاية في النهاية دي بتتسمى سوفيكس انا كمان عندي الصفة رايح و عرم بتستخدم كسوفيكس بتخطي في نهاية الصفات عشان أبني او بتتخطي مع نهاية الكلمات أبني بيها صفات احط رايح و عرم احطها مع كلمة او مع اسم أبني بيها صفة زي ما انا قلت انا عندي كلمة فيتامين رايح يبقى ده غني بالفيتامينات لما اجا اقول شادشتوف أرم يعني شادشتوف أرم ده خالي او خالي من الأضرار او من التلوثات في التلوثات قليلة لما اجا اقول فت أرم يعني ده دهون قليلة وهكذا يبقى كلمة أرم لو دخلت على الاسم بنيت بيها الصفة معناها قليل و رايح لو دخلت على اسم بضيف معناها هنا كثير وبنيت من الاسم ده صفة قبل ما نخش على صفة تانية احنا بس بنأكد تاني و ناوه تاني مع بعض على احنا عنا الموقع بتاعنا او البيتش بتاعتنا ياريت زي ما نقول بعد ما نتخلص الحلقة بتاعتنا نخش نشوف البيتش بتاعتنا و نشوف الاسئلة المرفوعة عليها زي ما نقول احنا عاملين اه 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 امتحانات اه بسيطة جدا و وسهلة جدا و اه اه زي ما بقول ان الامتحانات بتاعتنا هنخش نشوفها و نحاول الانحلاكة نوع من التطبيق على اللي احنا اخدناه طبعا اه دي للانفينجر للمبتدئين هنشوف ان شاء الله السئلة بسيطة وسهلة و زي ما بقول اللي هيجيب درجات عالية اه ان شاء الله هيكون فيه اتصال من اسرة البرنامج بيه و هيكون اه ليه جوائز مقدمة من اسرة البرنامج تاني بأكد ياريت نخش و نشوف الصفحة بتاعتنا و نحاول نحل الامتحانات اه اللي فيها طيب اه نشوف مع بعض الصفة التالية وهي شفير وعكسها لايش و كلمته شفير يعني ثقيل و داسگين تارفول لايش لايش يعني خفيف شفير يعني ثقيل و عكسها لايش يعني يا خفيف و شوافين هنا الفيل دا تقيل لكن هنا الفذر ديت او الرجل بتكون لايش يعني خفيفة طبعا شفير احنا منستخدمها في السؤال احنا ممكن نستخدم فيه وأن CKK سهوار ك الحقوauge في حد encour Bundesregierung أضطلح بأن فهمت من أيضًا أضطلح بأقعد المبegan للفعل أحبيت شبك به فهمت على قطع أخرى الطريق السهروا قفحينا نظرمل جدًب سمية 24 تقليل او يبقى الشفير لو داخل على الصفة 2 تدين المغالف الصفة تقليل او بالنسبة لي كانستو مية بيت بايمتراجن هلفن ممكن تساعدني فشلها كانستو مية بايمتراجن هلفن تقدر تساعدني فشلها يبقى أنا عند الصفة 4 ومعناها سوقيل تقدر تساعدني في حمل الشندادات بايمتراجن تاس باكت إس زير لايشت الباكت الطرد بتاعك إس زير لايشت خفيف جدا إس بيكت وزنه أقل من واحد كيلو و كلمة لايشت هنا معنا خفيف زي ما قلنا كان الجملة الفاتي كانت شفير تقيل هنا لايشت يعني خفيف تاس باكت إس زير لايشت خفيف جدا إس بيكت و الفعل اسمو يعني إس منيجار ألس أقل من أين كيلو نشوف ما بعد الكومبخات سيوم اللي السفر شفير و السفر لايشت هنا عن دي أول حالة البوزيتيف والكمبخاتيف والسوبرلاتيف وشفين الفيل دا ديزا أليفانت إس شفير ديزا أليفانت إس شفير الفيل دا شفير تئيل لكن ديزا أبا ديزا أليفانت إس شفير الفيل دا أتقل السفر شفير حاطت لاي أر بأت شفير يبقى ديزا أليفانت إس شفير أبا ديزا أليفانت إس شفير و هنا عن ديزا أليفانت إس عمي شفير تئيل أليفانت إس شفير حاطت إس عمو ستين عمي شفير وشوف ما بعد الكومبخات سيوم من من السفر لايشت أه.. ديزا أليفانFT الشنطة دي لايشت خفيفة لكن ديز تاشي است لايشتر لايشتر يعني أخف وآخر حاجة ديز تاشي است عم لايشتن هي الأخف يبقى أنا عندي لايشت خفيف لايشتر يعني أخف وعم لايشتن يعني الأخف بالصفة شفير مشاهدي برنامج لغات العالم يكون وصلنا لختم حلقتنا النهاردة طبعا إحنا شفير معناها الثقيل وليشت معناها سهل شفير ليها معاني تاني شفير معناها ثقيل وليها معاني تاني معناها صعب لايشت برضو يعني الصفة ليها أكثر من معنى بس إحنا تناولنا معنى لذا ثقيل وشفير معناها زي ما قلنا صقيل وعكسها لايشت خفيف كمان شفير معناها صعب أقولتي بريفونج است لايشت است شفير صعب وعكسها دي بريفونج إست عين فخ سهل أو ليشت سهل وده اللي انتو هتقولون إن شاء الله لما تشوفوا المتحم بتاعنا هتقولوا عليه إذا كان شفير صعب ولا إذا كان عين فخ بسيط أو سهل يبقى ده برضو نفس الصفة التي نحن بنتكلم فيه إحنا قلنا شفير معناها سقيل وشفير لها معنى تاني معناها صعب هتشوفوا إذا كان المتحم بتاعنا شفير صعب وهنا في الحالة دي العكس منها بيكون عين فخ بسيط أو سهل بكده أعزائي مشاهدي برنامج لغاية العالم لكل وسننا لكي دائم حلقاتنا مهارده أعزو ده صفار سفور هويت ليبتسو شاوها أعزو ده أفيدا زين بس توم ناكستم بالوند تشيوس